موسيقى أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة برنامج قضايا معاصرة بموسمه الرابع باسمكم أعزائي المشاهدين نجدد الترحيب بالشيخ الدكتور منير العبيدي حياك الله شيخ حياك وبياك ألن دكتور خذنا بالحلقة الماضية المخدرات واليوم نأخذ موضوع آخر أيضا مثير للجدل بصراحة وتغلغل في المجتمع العراقي بسبب الكثير من التعقيدات اللي رافقت هذا الموضوع اللي هو موضوع الحقد والكراهية وأسباب وجذور هذا المرض الخطير نعم سيد الفاضل المجتمعات تبنى على المحبة وعلى الترابط وعلى التعاون وعلى التكامل للوصول إلى الأهداف في العيش السعيد والرفاهية والتقدم وهذا ينعكس على كل أفراد المجتمع الناس الموتورين الناس الحقدين الناس اللي يكرهون الآخرين هؤلاء المفروض يحجروا المفروض يحجزوا ويعالجوا يعالجوا باتجاه أنه إحنا نذهب للمشتركات مجتمع مثل العراق مجتمع يعني متعدد خلوا نقول قوميا متعدد مذهبيا متعدد دينيا متعدد ينبغي أن يكون هذا محور اللي هو المنع التام لموضوع الكراهية أو التحفيز للكراهية أو الدعوة إلى الكراهية أو الخطاب الكراهية هذا المفروض حرام وهو في الشرع حرام لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلامة بينكم موضوع السلام هو باب من أبواب نشر المحبة لهذا إدخال موضوع الكراهية في المجتمع يؤدي إلى تفتت هذا المجتمع والعراق أنا أقول لك وأنا ابن العراق إذا باقي على هالوضعية من نشر الكراهية ما يبقى شيء يسمع عراق هذا يتفتت سنة يروحون وحد والشيع يروحون وحد والكراد يروحون وحد والتركمان يروحون وحد ليش؟ أكو ناس مرضى بالحقد والكراهية ومشكلتهم شنو؟ مشكلتهم هما لو لازمين الإعلام لو لازمين مكانات بالدولة كمسؤولين ها؟ والمسؤول من يتعامل بحقد ويا الناس لهذا يدمر المجتمع ها؟ لهذا لهذا السلم المجتمعي في خطر بوجود خطاب الكراهية بوجود خطاب الكراهية هذا من جانب يدعونا إلى الجانب الديني المفروض المعممين والمشايخ ينتبهون أنه إحنا بالعراق عايشين في زمن صعب فاستيراد مشاكل من التاريخ وعادتها الآن إيه هذا شغل المخابير هذا هاني أجيب مشاكل تاريخية وفجرها الآن في مجتمع هو المجتمع أصلاً معزوم زين وطبعاً بعض السياسيين يفعل ذلك ليش؟ هو يريد يسوي فالتخندق أو يريد يسوي جمع أصوات أو يسوي كذا سبعة في سبعة من هذه السوالة يستخدم هاي الوسائل الخطاب الكراهية للوصول إلى أهداف سياسية من عمت عينك وعمت عين السياسة مالتك اللي يتدمر بها المجتمع هذا المفروض يحجار المفروض كل إنسان يتكلم في خطاب الكراهية سواء على الكرد كراهية أو على السنة كراهية أو على الشيعة كراهية المفروض هذا يحجار مو يوضع في مكان مسؤولية لذلك أنا أقول بصراحة ينبغي على الحكومة العراقية أن تتخذ خطوات حقيقية باتجاه الحد من موضوع خطاب الكراهية ليش؟ لأننا سنذهب إلى الجحيم بعد أن الله أكرمنا وخلصنا من الحرب الطائفية 2005 و2006 و2007 اللي راح ضحيتها الكثير من أولادنا وشبابنا وأحبابنا أقول ينبغي أن يكون الضرب بيد من حديد على هذه المسألة أكون معادلة بس بصراحة منين ما تجيها يمكن هي صحيحة هل ضعف الهوية الوطنية أو الهوية الوطنية ضعفها يؤدي إلى قوة الهويات الفرعية وبالتالي نصل إلى هذا الخطاب أم أن الأصل في الموضوع هو بروز الهويات الفرعية وبالتالي أدى إلى ضعف الهوية الوطنية وسيد الفاضل كل ما تضعف هوية الدولة أو خلي نقول محور الوطني فعادت الإنسان يذهب ليحتمي بأشياء أصغر ورايات فرعية آه يحتمي بقبيلته يحتمي بمذهبه يحتمي بمنطقته يحتمي بقوميته يعني هذا موجود يعني حتى لو حصل ذلك أكو ثقافة بالمجتمع أنا أحتمي بقوميتي بمذهبي بس ما تعد عليك ما أريد أمسحك من الوجود هذه الطريقة هذه الطريقة ينبغي أن يكون بها تثقيف ثقافة مجتمع ليس أمو ثقافة مجتمع ثقافة مجتمع أنا أتحرك ضمن حريتي بشرط ما أذي لآخرين ما أتجاوز على آخرين وأخطر ما في ذلك دكتور أخطر ما في ثقافة المجتمع هو تربية الصغار مشكلة إيه يعني أنت من تجيب طفل عمره أربع سنين وخمس سنين وست سنين وتعلمه وتزق به موضوع الحقد وموضوع الكراهية وموضوع الثارات وموضوع الانتقام إيه هذا ما يطلع آدمي هذا يطلع حقود هذا دمرت أنت دمرت الطفل إذا كان هو ابنك أو إذا كان ليش ليش أنت تخدم من تخدم الله تخدم الرسول تخدم الدين أنت ده تخدم الكفار معروفة من أيام الشيابنا يقولون الانقريز ها قاعدة تفرق تسود صحيح هذه موجودة من زمان زين أنه المستعمر يأتي ويجعل الفرق بين أفراد المجتمع والتقاتل بينهم حتى هو يبقى له السيادة ويبقى يسرق من المجتمع أنت ده تخدم الغرب وده تخدم أمريكا وده تخدم إسرائيل من حيث لا تدري من حيث لا تدري طبعا هو في ظل تردي التعليم على كل المستويات نعم يمكن هذا الخطاب يجد له مسوق ويجد له ناس وفي ظل وجود السوشال ميديا والتواصل الاجتماعي مع الجهل مع الجهل ومع قلة التعليم يمكن هواي ناس يدخلون في هذا المضمار دون أن يعلموا بخطورته يعني سيد الفاضل موضوع التعليم والتربية هاي الأفراد هم عراقيين عراقيين وعراقيات تمام منه اللي يدي يعلم منه اللي يدي ربي منه المعلمين من المدرسين ومن عدنة فالمفروض يعون لهذه المسألة ويمنعون تماما خطاب الكراهية مواني أطفال بالروضة أعلمهم ثارات وين مودي المجتمع الخاطر الله أما موضوع السوشيال ميديا والفيسبوك والكذا هاي أنا أعتقد أكو دول وأكو مؤسسات عملاقة سواء في إنجلترا أو في إسرائيل ها مخصصة لدراسة هذه المسائل وبثهة باتجاه أن تنشر خطاب الكراهية فمتقصدين يطلعون واحد كردي يسب العرب أو الشيعي يتوعد بالسنة أو سني وهكذا أنا أقصد هذه قد تكون في الإعلام مصنوعة مصنوعة للوصول للأهداف وللأسف كثير من العراقيين يعني قشامر يروح ويا الروج ويصل إلى أبعد المستويات وبعدين من تصير بيها دمار وضحايا وكذا يتندن ها شون يقول لك لا يشترط أن يكون عميلاً ليخدم المحتل يكفي أن يكون أحمقاً فقد يكون أحمق ويذهب مع الروج باتجاه خدمة الأعداء فموضوع التعليم والتربية وصغار الأطفال هذا أخطر شيء على ثقافة المجتمع طيب في الجانب اللي يتعلق بالأمة والخطباء والمساجد ودور العبادة عموماً يعني خلي نسميها إلى أي مدى تسهم في موضوع رفع هذا الخطاب أو التحذير من عنده أو بالعكس يعني زيادة خلي نقول إشعاله بين فئات المجتمع العراقي والله سيد الفاضل على مستوى العراق يعني أنا متابع كثير من الخطب والكلام يعني غالبية في الجانب السني يعني غالبية يدعو للتآخي وجمع الكلمة وتعايش هناك أصوات عاقلة في الجانب الآخر في الجانب الشيعي أيضاً تدعو لمثل هذه المسائل وعلى رأسهم الدروس ما للشيخ أحمد الوائلي كان دائماً يدق على هذا الموضوع الله يرحمه لكن هناك أصوات مريضة حقودة يتكلم الكلمة ويتطير في الآفاق ويعلم الناس على الكراهية هذا يجي هنا دور الحكومة دور الوقف الشيعي دور الحوزات العلمية اللي تعرف أنه هذه النار إذا أشعلت تحرق السنة والشيعة تحرق البلد كله وشفنا إحنا أيام الطائفية لذلك أقول ينبغي ها ثقافة المجتمع في الرد على هؤلاء يعني أنت لو عندك المجتمع فاهم وواعي ها هو وديحش يقوم لواحد وبنص الخطبة مالته وبنص الدرس مالته يقول له أصمت هذا الكلام كلام يخدم الغرب انتدت تخدم إسرائيل فمن المجتمع يساند هذا الشيء يدلل على أنه فهم المجتمع ووعي المجتمع عالي للأسف لا زال المجتمع العراقي ينقصه الكثير من الوعي والكثير من الفهم لما يدار به طبعا مو مثل 2003 2004 2005 فسا العراقيين سنة وشيعة بدوا يعرفون يعرفون منه دا يضحك عليهم منه دا يستخدم خطاب الكراهية منه يريد بالبلد الخير منه يريد بالبلد الشر يعني صار أكو وعي لكن يحتاج بعد أكثر يعني دورات وندوات ومؤتمرات التعايش نعم السلمي يعني هي ممكن تكون موجودة لكن ربما بشكل خجول إلى حد هذه اللحظة يعني ما آتت ثمارها خلي نسميها يعني يمكن الناس تعبت من موضوع الكراهية والحقد والطائفية وفهمت على كلامك فهمت واقعيا حتى بدوا معلم نعم نعم يعني الواقع علمها الحوادث أقوى تعليما أقوى تعليما من عدل لكن على مستوى الضخ باتجاه موضوع التعايش وموضوع الهوية الوطنية الجامعة وموضوع أنه هذا بلدنا نحن بالنتيجة النهائية يعني إذا باقي ضمن البلد أنت لازم تتقبل للآخر نعم يعني إذا ما تتقبله يعني الأفضل لك أن ما تظل في البلد تطلع خارج البلد أفضل لك يعني على الأقل حتى تترك الناس بسلام أما أنه تبقى وتحاول تحصل مكاسب على حساب غيرك هو بالحقيقة أنت تلعب بالنار يعني مثل ما يقولون هو أستاذ الفاضل يعني هو المجتمع هم يريد حقوقه يعني أنت تظل الدق على السني على السني وين يروح هم عشر اثنى عشر مليون عشرين مليون كلهم يهاجرون صحيح هاجرون مليون هاجرون نص مليون والباقي الباقي ذهب وقتلهم موريشي خلاص هو ينعزل بمحافظاته ومو أقول لك يعلن قليم يعلن انفصال لأن إلى متى إلى متى هذا اللي يحصل بالبلد من تمايز في التعامل وخطاب الكراهية والتحشيد على الآخر طبعا هذا يؤدي إلى ما لا يحمد عقبها يعني أكو في نقطة خل نقول في دقيقتين إلى أي مدى ساهمت المحاصصة في خدمة مشروع الكراهية أو خطاب الكراهية؟ يعني أستطيع أقول مرتكز التحرك لاتجاه خطاب الكراهية كان موضوع المحاصصة لأن موضوع المحاصصة كفكرة كفكرة هو يلجأ للتحشيد ضد الآخر حتى يجمع الحصة مالته فيخوف الشيعة من السنة حتى يجمع الشيعة يحصل الحصة مالته ويخوف السنة من الشيعة حتى يجمع ربعة للوصول إلى أنا أعتقد موضوع المحاصصة كان مرتكز مهم من مرتكزات خطاب الكراهية ومن مرتكزات تهديم السلم المجتمعي وقد تكون موضوع المحاصصة هو ما هو مدروس عند الغرب وعند أمريكا وعند إيران وعند تركيا وعند الدول اللي اتدخلت ما شاء الله تعرف العراق 18 دولة تشتغل عليها موضوع المحاصصة من وضعها كان قاصد وجود موضوع الكراهية وموضوع التحشيد ضد الآخر فمرتكز يعني مهم ومركزي في خطاب الكراهية جزاك الله خير الجزاء على هذه الكلمات وإن شاء الله تكون نافعة في موضوع التقليل أو مغادرة هذا الخطاب الذي أدى ما أدى إليه في المجتمع العراقي جزاك الله خير أنتم أعزائي المشاهدين الشكر موصول لكم ونلتقيكم إن شاء الله في حلقات مقبلة برنامج قضايا معاصرة حتى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة